في مقولة بتقول من الحب ما قتل زي بالضبط فكرة ايه الدبة اللي من كتر حبها صاحبها ضربته على دماغه بحجر خلاص عشان تهيش الدبانة من على راسه لما اكتشفت ان ده كان تصرف غلط وكان اكتشفها متأخر قوي ومات مستحيل يرجع تاني فدائما بنقول لك ايه لما حد يحب حد او يقول لك ايه الدبة اللي قتلت صاحبها ما تموتهوش ده ملخص بقى ايه مشكلتك يا سرسورة من وجهة نظري انتي بتتخطبي بس مش عارفة يعني ايه حب وارتباط ايه التصرفات السليمة اللي مفروض تتعامل في اي علاقة عاطفية بين اتنين مرحلة الخطوبة اللي هما بيدرسوا بعد فيها كويس قوي فاول الخطوبة بقى كنت ايه لسه صغير اول واحدة دي ها عدناها كنت 19 سنة سنك صغير جدا ده مش سن خطوبة يعني واضح من كلامك انه خطيبك كان اكبر منك شوية في السن ممكن يكون كنناضج عنك طبعا بكتير غالبا كده هو ممكن يكون كنمباهر بشكلك انه لسه صغنانة قلبه يرتبط ببنت جميلة وامورة وربيها على ايدي زي ما بنسمع كتير اليومين دول وطبعا هو كمان غلطان ما ننكرش كويس ان السن الصغير ده ليه ضربته بس انت بعرف كده انت هتاخدها صغيرة هتربيها هتدفع تمن حياة كتير زي ما الواحدة بتبقى صغيرة كده بتتربع على قدين اهلها فيعودوا يستحملوا لتكبر بابوها ياخد باله منها ماموتها بتعاني في تربيتها بيعودوا يكبروهم ويعلموهم لحد ما ايه نلاقي الخلف حلو كده وحاجة تشرف لما بقى خطيبك خد باله انه هيدفع التمن غالي قوي او خد باله من التمن ده قرر انه يمشي لانه مش هقدر يدفعه من صحته وطاقته وسلامه النفسي في الحالة دي جري حتى لما همه قالوا له تعالى مرضيش انا شفت كتير كده نيجي بالخطبتك التانية تعالي احنا بنفسص ها زميلك اللي في الشغل اللي اكبر منك بثمان سنين بس واضح انك ما كنتيش لسه كبرتي وانا ضغتي كفاية وتسرعتي في الخطوبة من غير ما تدريسي برضو زميلك كويس مع انكوا شغالين في مكان واحد مش هقولك المفروض تكونوا تعرفوا شخصيات بعض قوية كانت ببينة لان كل واحد منا شخصية في شغله وشخصية في بيته وشخصية مع صحابه بس عرقلك كن يفهمتي صح اتخطبتله عشان تسكتي ماما اللي كانت عايزة تفرح بيك اكيد طبعا اي امة في الدنيا عايزة تفرح ببنتها ونفسها تطمن عليها مع حد محترم ويكون كويس ويكون طيب وحنين وياخد بالو منها ويتقي ربنا فيها بس مش معنا كده ان احنا نوافق على اي حد عشان نرضي امنا وخلاص وننسى ان دي حياتنا احنا هنعيشها لوحدنا يا سارة هيتقفل علينا احنا باب واحد كانت النتيجة انك بدل ما تريحي مامتك وتطمنيها لا فسختي خطبتك تاني شيلتيها الهم وزوتي زعلها وهماها يروحي قصتك فكرتني بفيلم ايه بلبل حيران احمد حلمي قال في الاخر ايه قالك ماينفعش نقول القطرة اسرع ولا النخلة اطول كل حاجة وليها حسبتها انتي كمان كنت يا سارة بتحسبي غلط طلبتي الاهتمام والتركيز فادق التفاصيل لحد ما سبتي خطيبك لا اولاني لما جالك التاني اللي بيركز وبيهتم بالتفاصيل وقاعد موروش حاجة غيرك ما استحملتيش وقتيني شوف بنت صغيرة بقى في عداي دي بقى تفرح بالتصرفات اللي انت بتعملها دي انتي تخطبتي مرتين من غير ما تعرفي نفسك كويس ما كنتيش عارفة انتي مين وعايزة ايه طب بتحبي ايه بريك لما الاربع سنين اللي قلتي عليهم برافو عليك عشان بقى تكون عائلتي ونضاقتي وما تتصرعيش تاني وقاتي في نفس المشاكل اللي لما جالك ايات خطيبك التالت الشخص اللي انا شايفه ايه وصطي ما بينهم هما الاتنين بيحب يدي كل حاجة في وقته كل حاجة لها وقت مناسب بيهتم بتنظيم وقته وحياته رجعتي معا نفس شخصيتك الاولانية فكرها لما اتخطبتي وانتي عندك 19 سنة طيش وتهور تصرفات مراقين ما نزعليش من كلامي انتي طلبتي نصيحة بس انتي فعلا محتاجة نصيحة بجد ما فيهاش مجاملات واضح انه لسه بيحبك يا سار متمسك بيكي بس بيديكي درس بيقرسوا ادنك كده فرصة اخيرة عشان ما تعمليش كده تاني لو ما كانش بيحبك وكان عايز يسيبك كان قانلك دبلتك اهي كل واحد فينا يروح لحاله زي ما عمل خطيبك الاولاني ودي حاجة ايجابية وفرصة اخيرة لازم تستغليها كويس قوي ما تبلغيش في محاولة انك تكلمي وتوصلي لي عشان تصلحي قدم ما تهتمي يعني عملي كده بس تفهمي قدم ما تهتمي انتي تعودي مع نفسك برضو وتعيدي ترتيب اوراقك بكل عقل وامانة مع نفسك شوفي انتي وصلت لكده ازاي ازاي تعالجي نفسك في التصرفات وطريقة التفكير دي لما توصل ليله اتأسفي وليله ما كانش قصدي وما كانش ينفع ان انا عمل كده ان انا اتجسس عليك وانت فاكر ان انا بعد كده هاجري ووراك واتجسس عليك واي 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 لا كل واحد لي مسحته كل واحد لي حريته مش كلامه خلاص ده بجد سمعتي معانا كلام دوكتور كارين في الفقرة اللي فاتت وسمعتي الكلامين دلوقتي يا رب تلاقيه في كلامنا اللي يساعدك انك تحلي مشكلتك لانه مش هينفع كده يا صار بتعليش تقولي ايه عارفة انا لقيتلك شماعة عمالة في نص كلامك اصل اللي بيتري على حاجة بيلاقيها اصل انا عشان عملت كده حصل فيها كده وفيش حاجة غلط منك خلاص معقولة انا هقولك الحقيقة واقولك الحقيقة عشان انت عايزة نصيحة بجد وبما يرضي الله سارة بتحبيه كل حاجة بس من الحب ما قتل حبي بعقل اشغلي وقتك بحاجة اعملي حاجة مفيدة يكون لك وقت مع بعض تعرفي امتى تبعتيله امتى ما تبعتيله شان هو مشغول ما تبقيش خنقة لما حد بيخنوقك بتزهقي منه فتكري الكلمتين دول كويس هستنى منك رسالة جديدة وليلي عملتي فيها ايه بجد عايزة عارف وهستنى من كل اللي تفرجوا علينا انا مش اسأل غير سؤال واحد بس في قصتنا النهارد اللي اهتمام بيتطلب ولا ما بيتطلبش باي باي اشتركوا في القناة